يعني هذا الشكل من الأفراح بيعكس قدرة مالية أم أيضاً يعني تصور نفسي للشخص نفسه قدرة مالية فائقة لم تكن متوقعة في رأيي لم تكن متوقعة ويعني بتجيب كلام إنك إزاي يعني إزاي يكون الواحد تعب وعمل ووصل ومعروفة كيف يهدر أمواله بهذا الشكل كيف يهدر أمواله يعني بتهدر أمواله كده ليه غير لو كان فيها حاجة مش مصبوط فهو طبعاً بيعمل كده وهذه الفئة متدخلة جداً في بعض في الأفراح وفي الأحزان من الطبقة العليا يعني متدخلين مع بعض كده نفس هذه المنظرة الاجتماعية والإدعاءات وكذا بتلاقيها برضو في نفس العزة بتاعهم من أول لحظة الواحد يحط رجلوه تصوير فيديو بالتفصيلات المملة في الجنازات حتى في الأحزان بالتفصيلات المملة والله وبعدين لما يكتبوا في الجورنال يعني أحدهم لما توفق إلى رحمة الله كان حسبت أنا قابلت رئيس الرئيس المسؤول عن العزاء عن صفحة الوفيات صفحة الوفيات في أحد المؤسسات الكبرى سألته فأنا حسبت أن هذا الشخص المعين وغيره لكن هذا الشخص بالذات حماد زوجته توفت وهو وزير اتصرف عليه سبع مليون جنيه للعزة سبع مليون يعني نشر في الجريد طبعا فده بيدخل على طول في إطار حيلة من النفاق الاجتماعي وكذا التانيين بقى برضو الكبار اللي بيعملوا الأفراح بهذا الشكل برضو بيبقوا يحبوا أو يعملوا أو يحتفلوا بأحزانهم يعني حريكة بقى يعني أنه حتى في مراسم العزاء بدأ يبقى فيه تصوير فيديو على طول مش فقط للفنانين أو الشخصيات العامة ولكن للناس العادية للأسف عشان بقى يعرفوا مين اللي راح مين العمل الواجب فلان بيجي وفلان باشا ورجال الأعمال وواه وواهي لأخره طب هذا عن الأفراح في الطبقات الغنية ماذا حدث من تغيرات مع الطبقات الفقيرة جدا وطبعا بنربط بيها ما تزايد الآن في المجتمع من عدد الغارمين والغارمات بالزبط كده وده الحقيقة برضو عايز دراسة سؤال جميل الحقيقة الوجود صفحات التواصل الاجتماعي وفي ناس كتير أميين وبيدخلوا على الصفحات دي ويبصوا ويقروا ويشوفوا وكذا فده عمل حاجة جديدة نوم بقوا من يشوفوا إزاي الناس بتحتفل بأفراحها إزاي الناس بتلبس الإنفاق البزخي ده شكله إيه ابتدى كل واحد يبص للتاني كانت البدايات كده كل واحد يبص التاني عمل إيه وجهز بنته إزاي من أول الجهاز فيبدأ من أول الجهاز يعمل ده مش مهم هو معه فلوس ولا لا مش مهم المهم إن هو بيحصل على الفلوس بطرق مختلفة وأحدها طبعاً الغريمين والغريمات إنهم بيكتبوا بيمضوا على عقود ورقة فاضية كده ويمضوا عليها من تحت وكذا وبينتهي بيوم الحال في السجن الحقيقة أنا علشان أعمل البحث عن الطبقة دي أنا احتكت بيهم جداً ورحت عدد من الأفراح وسألت ناس كتير قوي من الحراس حراس العمرات السوائين يعني دي فئة أنا بحبها جداً هما بيكلموا معي بمنطقة صراحة حتى أهلنا في الريف أيضاً يعني يحدث هذا يعني فعلاً بقى الفرح عادتنا دلوقتي تلات أيام متتالية آه بس ده تلات أيام عند الفئات العليا برضو ده امتداد لحركة يعني اللي اتنين في العاصمة آه يا جوز إنما بدأوا بقى يعملوا يدخلوا في اتجاهات ما كانتش موجودة قبل كده يعني مثلاً حاجات مكتوقعي على على ورقة أو كده وتبقي الأم ومجرد ما بنتك تتجوز وتفرحي بيها وتقولي وتقولي لا طب انت بخفتيش إنك تروحي السجن تقولي مش مهم ما أنا جوزت بنتي أنا بفرح بنتي إنك تجيبي في الجهاز مايكرويف يعني الناس أصلاً مش لقى تاكل تاكل جايبة مايكرويف تعملي بي إيه يعني ليه يا يعني لازم يكون له مبرر بيشتروا مثلاً حجرة أطفال على طول لازم حجرة أطفال أقوم أنا أحدهم استغربت قلت لها طب إيه شرفك إن ربنا هيديكي أطفال قال لا حايديني فقلت لها أنا ربنا ما تدنيش أنا ربنا ما تدنيش أنا جيب من قبلها ليه حجرة وأقول دي للأطفال يعني الشكل غريب والموضوع غريب وكأن كله قدر واحد لازم الناس تمشي فيه طيب فكرة الشابكة بقى والناس بتتفرج عليها هو بس اللي قابلك بنخذي ويرك الناس بتتفرج عليها في الطبقات العليا كمان للأسف الحاجات مشتركة حاليا آه بيوروها للناس كلها فخراً وإنما برضو في الطبقات الدنيا يلفت النظر هدية الحما وكأنك بتسكتي حماتك أو بتشتريها بأنك تجبلها غسالة اللي هي تعبانة زيادة عن اللزوم عندنا برضو تعبانين زيادة عن اللزوم بيجيبوا مية ومية وعشرين والفوط يعملوا بها ايه يعني ده ده يعني يعني استهلاكها عايز سنوات زمن يعني انا انا مش متأكدة يعني انا بشك في الحالات دي ان هم عندهم طريقة يبيعوا الحاجات دي لحد تاني زي زي الشبكة اللي بيجيب الشبكة البنت والناس كلها تتفرج عليها بعدين اسبوع بكتير ولو صبر يبقى كويس ويقول لا اخد الشبكة واباعها ده حقي يعني ما الذي ادخل هذا الفكر وهو فكر مختل في يعني تلك الطبقات الاساسا فقيرة انا حاولت اعرف لماذا وفي شخص في اطار العاملين معي او كده بحترمه وبعزه سألته فقال لي احنا لقينا فجأة لقينا فجأة ان كل الناس اللي حوالينا في الحطة في المنطقة اللي احنا فيها بيحبوا يجيبوا مفروشات كتير قوي وان وبرضو لقينا فجأة وعرفنا من جيران وكده ان والدة العريس والاهل والاصدقاء يروحوا ويعدوا واحدة واحدة عدد وصل النوم عدد ايه عدد ايه قلت له ايه ده معقولة قال لي اه دكتور بيدخلوا ويشوفوا وكذا فقال ده كل ده تدريجيا اكتشفنا ان هو يعني حاجة حقيقية فعلا وبتحصل وانا معرفش دخلت ازاي عندنا انما اللي هو كان موجود واتطور بالشكل ده العربيات من نص نقل اللي بتشيل جهاز العروسة قال ده كان موجود يعني زمان كان فيه عربيات كره وكانوا ينقلوا الحاجة عليهم والستات تقعدت زغرت وكده قال دي حاجات قديمة قوي انا فاكرة انما عربيات النقل قطلوا انت جايب خمس عربيات نقل للبنتك اللي جهاز عروسة واحد اه والبنته قال يعني احنا يعني بنفرح جدا في اليوم ده وبنحب نبين للناس ان احنا قادرين وان احنا معنا فلوس وان احنا جوزنا بنتنا وجبنا لها جهاز زينا زيهم وما أسرناش في اي حاجة يعني الغرض كله هو ازهار هذه القدرة المادية